السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي محمود المواس محمود المواس والنهاردة المفروض أننا هتكلم معاكم عنه لأنه لسه ليه تصريحات قبل حوالي نصف ساعة من الآن عن وجهته المقبلة محمود المواس الآن يدرس عروضاً أوروبية أو تحديداً عرضاً واحداً من أوروبا وطالما هتكلم عن محمود المواس إيه رأيكم لو نتكلم عن عقلية اللاعب السوري وعشان محدش يزعل مني عقلية اللاعب السوري ما بتختلفش كتير عن عقلية اللاعب العربي فقريباً العقليات متقاربة ومتشابهة حتى عقلية اللاعب المصري باعتبار أننا من مصر مش هتلاقي بيشز عنها غير محمود صلاحة وكام لعيبة آخرين يعني ما وصلوش للمستوى اللي وصل إليه محمود صلاح فأنا ما بتكلمش عن الاستثناءات أنا بتكلم النهاردة عن عقلية اللاعب العربي أو عقلية اللاعب السوري وعشان ما شتتكمش النهاردة هتكلم معاكم في ثلاث نماذج النموذج الأول أنا سميته النموذج المواسي نسبة إلى محمود المواس والنموذج الثاني وأنا سميته النموذج العثماني نسبة إلى العثمانين أبناء القامشلي أو القامشلي عذراً محمد عثمان وآياز عثمان النموذج الثالث وهو النموذج الحموي ونسبة إلى شادي الحموي وشادي الحموي ويوسف قلف ولعبين آخرين دول الثلاث نماذج اللي من وجهة نظري هما اللي بيمثلوا عقلية اللاعب السوري تعالوا نتكلم الأول عن النموذج المواسي نسبة إلى محمود المواس وهو النموذج اللي من وجهة نظري النموذج الأكثر احترافية في الفترة اللي فاتت محمود المواس المفروض أنه خلص عقده مع نادي أم صلال القطري وأنهى عقده بالتراضي مع النادي بالرغم من أنه كان على وشك أنه يجدد مع نادي أم صلال واحتمال يكون جدد كمان ولكن فجأة وبدون مقدمات قرر أنه ينهي علاقته مع نادي أم صلال وجعت فترة أدينا دلوقت بنتكلم في حوالي شهر بدون نادي وبالرغم من كده اختاروا الكابتن نبيل معنول ده يخلينا نروح لفكرة تانية وهي أن محمود المواس لاعب يتميز بعقلية مختلفة عقلية تختلف عن أقرانه داخل كرة القدم السورية محمود المواس وقبل قليل أعلن بشكل رسمي أنه إلى الآن يدرس العروض التي بين يديه طبعا تصريحات محمود المواس كانت على برنامج 90 دقيقة على قناة سما السورية سما كالتشر محمود المواس جال أدرس أنا ووكيل أعمالي عرضا احترافيا من إحدى الدوريات الأوروبية كلام فيه احتراف كلام ما فيهوش استعجال وطبعا هجول لكم بعد شوية هو ليه الكلام ده محترف وهو ليه ما فيهوش استعجال برضو عشان ما نظلمش بقية النماذج سواء كان النموذج العثماني أو النموذج الحموي وكمان محمود المواس أكد أنه لو فشل الحل أو لو فشل التواصل مع العرض الأوروبي وإتمام العرض الأوروبي بالنسبة ليه فهو هيلعب مع أحد أنديات الدوري السعودي للمحترفين وواضح أنه هو عنده على الأقل تلت أو أربع عروض منهم عرض من دوري أوروبي إلى الآن ما نعرفوش وتلت عروض أو عرضين من إحدى الدوريات السعودية ناس بتتكلم عن الأهل السعودي ناس بتتكلم عن الشباب ناس بتتكلم على ضمق ناس بتتكلم على الرائد أو التعاون يعني إلى الآن مفيش أي كلام رسمي ولكن محمود المواس إما في دوري أوروبي وإما في الدوري السعودي وهذا نموذج نموذج يحترم نموذج طيب نموذج يسعى للخطوة اللي بعد كده هتكون افضل هو جال اكتر من مرة في تصريحاته انا سبت ام صلاة ومش هروح الدور السوري لاني مع احترامي للدور السوري انا بدور على مرحلة اعلى من كده وانتو عارفين مستوى الدور السوري ولا يخفى عليكم ولا نقلل منه لان كرة القدم دلوقتي ما اصبحتش عبارة عن مواهب لا كرة القدم اموالي اموال تضخ والدور السوري دوري ماديا متواضع والدوريات العربية عموما لا ينفق عليها المال الكثير حتى الدور القطري برضو يمكن الدور السعودي هو اكتر نادي بيتصرف عليه فلوسه وبتباني الفلوس دي وبرضو الدور المصري وتعالوا الروح على النموذج الثاني النموذج العثماني نموذج محمد عثمان ونموذج اياز عثمان محمد عثمان ترك هيرا كليز الولندي وذهب الى الخريطيات القطري في مفاجأة مدوية اياز عثمان ترك نادي اضنى دمير سبور برغبته الشخصية وعلى فكرة برضو محمد عثمان ترك هيرا كليز برغبته الشخصية يعني هما ما انهوش العقد بتاعه لا هو اللي رفض ورفض يجدد كمان بالمناسبة برضو اياز عثمان رفض ان هو يجدد وكان يبحث على عرض اعلى مادية لا احد يمكن ان ينكر ان محمد عثمان واياز عثمان هما من الناس اللي بيدوروا على الفلوس على العروض اللي مديا اعلى على العكس من محمود المواس انا متأكد ان محمود المواس لو جاله عرض من احدى الدوريات الاوروبية بمبلغ اقل من الدوري السعودي هيروح للدوريات الاوروبية وده لان هو بيفكر دايما في الخطوة اللي اعلى بيفكر ليه الخطوة اللي اعلى وهنا الروح طب ليه محمود المواس بالشكل ده بيفكر بالمنطق ده للامانة لانه افضل يعني مفيش سبب تاني يشفعله غير انه هو افضل هو للامانة افضل بكتير من اغلب المحترفين السوريين باستثناء خريبين والسومة هو الافضل وهو اللعيب المقاتل وهو اللعيب المايسترو وهو اللعيب اللي بيلعب لاخر دقيقة وما ننساش مع ام صلال هجماته واهدافي وما ننساش لما سقط مرة على الارض وبالتالي محمود المواس يحج ليه انه هو يحط رجل على رجل ويبتلي ينجي ما بين العروض ولكن بالنسبة لمحمد عثمان ما كانش امامه غير الخريطيات اياز عثمان ما كانش امامه غير نادي توزلا سبور بصفقة 600 الف يورو يعني اعلى 100 الف يورو عن نادي اضنى دمير سبور وطبعا محمد عثمان انتقل من نادي راكليز الولندي لنادي الخريطيات بصفقة كبيرة جدا مليون واربعة من عشرة يورو يعني واحد واربعة من عشرة مليون يورو مبلغ كبير جدا مليون وربعمائة الف يورو رقم كبير ويؤكد فكرة ان محمد عثمان كان لازم يبحث عن العرض الاغلى مديا لاني انا ما اعتقدش ان اي نادي زي نادي الخريطيات او اعلى منه هيدفع المبلغ ده المبلغ ده ممكن حتى ما يدفعوش اكبر اندية الدوري السعودي في محمد عثمان تعالوا للنموذر الثالث والنموذر الثالث مؤلم للامان شادي الحموي ويوسف قلفة ولعبين اخرين لعبين بامكانيات عالية جدا جدا تحديدا لما بتكلم عن يوسف قلفة واللي الان بشكل رسمي اصبح مع نادي حطين واعلن ده امبارح يوسف قلفة وشادي الحموي كانوا بيلعبوا لوقت قريب جدا الاشهر اللي فاتت مع نادي النجف الاشرف العراقي ونادي النجف للامانة عمل حركة مش طيبة مع يوسف قلفة وشادي الحموي يوسف قلفة ما جدرش ان هو يغادر سوريا ويروح ينهي عقده مع نادي النجف وكان على نادي النجف ان يغضب جدا امبارح بالليل ويعلن هذا الغضب ويصب هذا الغضب على شادي الحموي وبالتالي شادي الحموي الان معلق وشادي الحموي قرر ان هو يستنجد بالسوشال ميدي ونشر مبارح على صفحته الرسمية على الفيسبوك وعلى انستجرام ان نادي النجف الاشرف مش راضي ينهي اوراق شادي الحموي عشان يكون متحرر وعشان يقدر ان هو يعود لسوريا مرة اخرى وعلى الاغلب شادي الحموي قريب جدا جدا من العودة الى سوريا مع احد اندية الساحل في سوريا وهنا السؤال ايه اللي بيخلي واحد زي شادي الحموي او يوسف قلفة يصلوا الى تلك المرحلة غياب العقلية الاحترافية وبالرغم من وجود الموهبة يعني انا بكلمكم النهاردة عن يوسف قلفة وعن شادي الحموي دول لعيبة دوليين يعني دول لعيبة لعبوا مع المنتخب السوري شادي الحموي لعب في بطولة غرب اسيا وقدموا استوى طيب وكان في بعض الاحيان بيسد مكان عمر السومة في بطولة غرب اسيا الا اني للأسف غياب فكرة الاحترافية وغياب فكرة الشركة الرعية يمكن محمد عثمان اكتر لاعب خد فلوس مع الخريطيات لاني وراه شركة قوية جدا وهي شركة جراندستاند شركة قوية جدا جابت له عروض قوية جدا الدور التسويقي الان في كرة القدم اصبح دور مش رفاهية اصبح دور رئيسي جدا جدا في النهاية كل التوفيق لكل اللعيبة كل التوفيق لكل النماذج اللي تكلمنا عنها النهاردة سواء نموذج المواس او النموذج المواسي اللي انا بحترمه جدا جدا او نموذج العثماني سواء محمد عثمان او اياز عثمان وفكرة البحث عن اموال اكتر او نموذج شادي الحموي ويوسف قلفة واخرين واللي هو نموذج غير احترافي بنسبة كبيرة وتعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الاول من بكر السلامة اخي الكريم شو من شال قناة سوريا الرياضية التي سوف تظهر بداية عام 2021 وشكرا لك ما زال الموضوع تحت الدراسة ان شاء الله باذن الله اول عام 2021 هيكون بالفعل هناك قناة رياضية ارضية خاصة بسوريا للاسف انا مجدرش اشوف القناة دي لان القناة هتبث من خلال البث الارضي نتمنى ان يكون القناة فيها برامر كتيرة يعني تنظر في حال كرة القدم السورية وليس امامنا الا الانتظار وتعليق اخر من جود جود اخي الغالي وان وسامة امري في تشكيلة منتخب اخوك وحداوي شامي اهلا بك اخي الغالي وبكل اهل الوحدة اخي الغالي وسامة امري للاسف اولا طالع من اصابة ثانيا الفرصة مازالت موجودة امام وسامة امري والكابتن نبيل المعلول هو ما عملش القائمة النهائية هو عمل قائمة للمعسكر الداخلي بأن قائمة المنتخب السوري في المعسكر الحالي فيها عمر جنيات وعمر جنيات ما كانش موجود أصلا في سوريا ساعة المعسكر المحلي الأول توقع أني إن شاء الله بإذن الله وسامة أمري هيكون موجود إن شاء الله بإذن الله في المعسكر المقبل الخارجي في الإمارات بإذن الله وتعليق آخر من مايكل كيو بعد إذنك أي نادي تتوقع يلعب محمود المواس بالأيام المقبلة تحياتي من أستراليا أنا أتوقع أن محمود المواس مش هيوفق في الدوريات الأوروبية يعني هو زي ما قلت لكم هو عنده عرض واحد من دوري أوروبي هو إلى الألم يفسح عنه على فكرة من مناسبة ده برضو من الاحترافية لأنه أنت لهو مقدر جدا موضوع الضغوط هيكون عليه ضغوط من كل الجماهير السورية المحبة يعني أحيانا إحنا بنضغط على اللاعب بفرط الحب أو بشكل الحب مش لأن إحنا بنتمنانه الشر لا لأن إحنا بنحبه زيادة عن اللزوم أنا أتوقع أني محمود المواس إلى الدوري السعودي بإذن الله وتعليق آخر من سليمان البكر بيقول أخي هل تم تعيين مدرب بدل ضرارة داو لا إلى الآن بشكل رسمي ليس هناك مساعدا للكابت النبي المعلول مع المنتخب السوري الأول للرجال وتعليق آخر من أيمن شلال أو أيمن مش عارف شلال أعتقد أخي أحمد أسعد الله أوقاتك أشكرك أخي الغالي هالمعسكر منتخب في الإمارات أكيد ومع مين اللاعبين المحترفين رح يكون فيه موجود المعسكر أكيد بإذن الله إن شاء الله في الإمارات في شهر 11 على الأغلف في شهر أو في يوم 10 من شهر 11 أما بالنسبة لمين اللاعبين المحترفين أنا أعتقد أن الأمر مرهول بالمباريات الودية لو كان فيه فعل المباريات مع أسباكستان والإمارات فبكل تأكيد كل المحترفين هيكونوا حضرين أما لو ما فيش مباريات ودية فأنا أعتقد أن الأمر برضو هيرسع على 3 أو 4 محترفين وتعليق آخر من أبو محمد عمر السومة يشارك مع مباريات الأهلي السعودي القادمة نعم عمر السومة مع الأهلي السعودي في المباريات القادمة بكل تأكيد سواء في الدوري أو في كأس الملك أمام النصر وده لإني عمر السومة الآن متفرغ يعني هو مش مع المعسكر هو فقط كرس كل جهوده مع النادي الأهلي السعودي وفي نهاية الحلقة أشكركم جداً لحسن المتابعة مش عايز أي حد يزعل مني عن موضوع حلقة النهاردة أنا نقشت الموضوع من وجهة نظري وسيظل نموذج محمود المواس لو استمر هو النموذج الأفضل من وجهة نظري في آخر سنة في كرة القدم السوري ولا يسعني في نهاية الحلقة إلا أنا أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة